ضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى الدعوة التي اطلقتها مصر وقطر والولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات الخاصة بوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين ذلك سعيا للتوصل إلى اتفاق وقال الممثل الأعلى لأشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد جوزب بوريل قال أن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد بالمنطقة وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر لوضع حد لدائرة المعاناة غير المحتملة